كتير من المشاهدين يعني صعب يدركوا أو الفهم لما بنتكلم عن طبيعة المسيح أحياناً بنتكلم عن طبيعته كلهوت كالله وكتير مرات بنتكلم عن طبيعته كنسوت عن ابن الإنسان ورح نغطي هذه الحلقتين بنعمة الرب لكن قبل ما نبتدي طبعاً نتكلم عن واحدة من أهم خصوصيات الله اللي هو موضوع الخلق إيه لو حبينا نبتدي في مقدمة إيه اللي ممكن نعمل أنا وإياك في هذا الوقت يعني أول شيء لابد أن نذكره أن شخص المسيح باعتباره الله الظهر في الجسد وباعتباره أيضاً الكفارة الكاملة على الصليب فشخص المسيح وعمل المسيح هما أشد موضعين بيتقابلوا بهجوم شرس من الشيطان وأعوانه عبر التاريخ فعندما أتى المسيح وأعلان عن هويته أنه هو الله الظهر في الجسد اليهود رفضوا هذا الأعداء رفضوا هذا صلب المسيح وما بعد القيامة انتشرت البدع والهرتقاط التي تقول أن المسيح ما إلا مجرد نبي أو رسول أو شخص عظيم إنسان لم يتعدى كونه إنسان ثم عندما نتناول قصة الصليب ينكر تماماً قصة صلب المسيح ليه؟ لأن هوية المسيح هي التي تحدد درجة إيماني وقبولي واستعدادي للذهاب إلى الأبدية فأنا أؤمن أن المسيح والله الظهر في الجسد ده أساس الإيمان المسيحي فطبعاً موضوع مصيره في هذه الحالة طبعاً تتذكر قول الرب في قيصرية فولوبوس عندما قال للتلميذ من يقول الناس إن أنا ابن الإنسان فبطرس يعني جماعة قالوا يقولون أنك إليا أنك إرمية أنك واحد من أنبياء قال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي بهذا الإعلان أن المسيح ابن الله الحي أو الله الظهر في الجسد قال له المسيح طوبى لك يا سمعان ابنيونة إن نحمن وداماً لم يعلي لك لكن أبي الذي في السماد فكون أن المسيح هو الله الظهر في الجسد أو ابن الله هو قاعدة الأساس لإرساء علاقة شخصية مع الله خارج هذه الهوية خارج هذا التعريف نحن نتعامل مع إله لا نعرفه ولا نقبل الإعلان الإلهي فحجر الأساس في الإعلاقة الصحيحة مع الله أن أقبل الإعلان الإلهي أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد